نسبة الزمالك الزمالك فاز أمس على المصرية اللي اتصارت بنتيجة 2-0 في اللجاء الودي اللي جمع بينهم على ملعب نادي الزمالك أحرز هدفاي نادي الزمالك محمد حمدي ويوسف أسامة نبيه اللجاء شهد صابت حاز إمام الزهيل أيمان للفريق بشد في العضل الخلفية وتم استبداله اللعبة يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من مباراة الداخلية يوم 13 يونيو المقبل بدول 32 من بطولة كأس مصر الموسم الحادي من الزمالك إلى النادي الأهلي النهاردة كان فيه كلام كتير أنه النادي الأهلي عايز أو ناوي مصطفى فتحي من التعاون السودي هشرح لكو قصة مصطفى فتحي وتحليلي كمان للأمر يعني هقول لكو الحكاية فين وهقول لكو تحليلي الحكاية أنه مصطفى فتحي حقيقي معروض على النادي الأهلي معروض بقى من وكلة من وكيل اللاعب معروض على النادي الأهلي هل النادي الأهلي اتخذ أصلاً قرار بضم مصطفى فتحي لا حتى هذه اللحظة لا ممكن بكرة آه بس حتى هذه اللحظة لا هل نادي الأهلي قاعد مع مصطفى فتحي أو عاملوا مع بعض اتفاق مبدأي لا مفيش الكلام ده خالص أنا بقى أكد لك ماء في الماء وتعالى نحلل الأمور فنيا أنا أحب دايماً إيه بدلاً ما أقول لك الخبر وخلاص تقول لي أنت سادق أو مسادق وحد تاني تقول عليه سادق أو مسادق تعالى نحلل الأمر بالمنطق مع بيتسو موسماني مصطفى فتحي مش هيبقى ورقة مهمة إلا لو الأهلي ناوي غير بيتسو موسماني فممكن هو اللي يبني فريق عشان مدرب آخر دي حاجة تاني بس بيتسو موسماني مصطفى فتحي لا يليك في أفكار بيتسو موسماني مش بقول لا يليك كلاعب لعب عظيم وكبير طبعاً وأي فريق استفيد منه معنى كلامي إيه أولولك لما بيجي يلعب بيتسو موسماني بجناحين على سبيل المثال طاهر محمد طاهر وإحسين الشاحات اللي اعتمد عليهم في الفتحة الأخيرة هو أول حاجة بيفكر فيها بيتسو موسماني في الاتنين دول إنه يبقى ليهم أدوار دفاعية كبيرة مصطفى فتحي ما بيعملش دي تمام؟ واحد اثنين عايز اللاعب اللي يلعب جناح في طريقة لعبه يبقى مهاجم ثاني وفي بعض الأحيان هو اللي يستقبل ضربات الكرات العرضية بضربات رأس فمصطفى فتحي مش هيعمل دي طيب هل مصطفى فتحي أجاد مع نادي الزمالك مثلا سيبك من الجناحات في مركز رقم 10 هو ممكن يكون معرفش يعملها في الزمالك بشكل كويس فممكن يكون ده السبب اللي مشاه بجانب الأمور الدفاعية اللي ممكن ما يعملهاش بشكل كبير طيب ليه نجح مصطفى فتحي مع اسموحة جدا وقت الكابتن أحمد سامي وكان وقتها الكابتن أحمد سامي معاي فمدقلة وشرح للأمر إنه الكابتن أحمد سامي كان يخلي الفرقة كلها تدافع ويدي مصطفى فتحي قدام ما يخلوش يرجع نص الملعب كل الأدوار الهجومية لوحده بس طريقة لعب اسموحة غير طريقة لعب الأهلي أو الزمالك اسموحة غالبا هيدافع ويقدر يشتغل عجمات مرتدة فيبقى مصطفى فتحي عنده مساحات يشتغل عليها طيب لو قلنا إنه منفعش في رقم عشرة في نادي الزمالك بس مع الأهلي ممكن يعملها كويس اللي هو مركز صانيق الألعاب أصلاً بيتسو موسماني ما بيلعبش بعشر سواء في 3-4-3 أو 4-3-3 ما بيلعبش باللعب بلاي ميكر وإلا كان محمد مجد يقفش خد فرص أكبر من كده بكتير فما كان مصطفى فتحي في الأهلي في طريقة لعب بيتسو موسماني ما تحسلوش تواجد فمش منطقي يكون بيتسو موسماني هو اللي طلقت لو يعني الأهلي عايزوا فعلاً عايز مصطفى فتحي فعلاً مش منطقي هل ده تقليراً في مصطفى فتحي لأ ما لو مدرب تاني بقى بيشتغل زي مثلاً الكابتين أحمد سامي عايز يدي مصطفى فتح حرية أكتر يشغل أكتر هتاخد أحسن إنتاج ممكن من أي لعب عندك في الفريق من مصطفى فتحي فهمين الفكرة مش كل لعب كواليتي رائع ومميز زي مصطفى فتحي ينفع في طرق أو في كل طرق اللعب إذا كان قفشة نفسه بيعاني مع طريقة لعب النادي الأهلي دلوقتي عشان مش لقي نفسه في مركز صناع الألعاب ملوش مكان في أرض الملعب في طريقة اللعب في خطة اللعب دي الحكاية بالنسبة لمصطفى فتح حتى هذه اللحظة فيش أي رود رسمية فيش أي مفاوضات هم مجرد عرض على النادي الأهلي إنه مصطفى فتحي ممكن يبقى موجود في الفريق ده بالنسبة لمصطفى فتحي